شكراً سيدة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم فما يتعلق بالنقاش العام حول الدستور أغلبية المواقف عبروا عليها زمالي وزميلاتي من وجهة النظر المتاعي هاية سياقة الدستور غيرت كثير من خدمة النواب نواب لي خدموا صباحوا الليل بش يدافعوا على المواقف اللي تعبر عليها إرادة الشعب ومش على إيديولوجية حزب عنده الأغلبية النسبية كما بالنسبة لسلوحيات الرئيس محدودة إلى درجة اللي مبدأ الفصل ما بين السلات التنفيذية والتشريعية ما عادش عنده معنى كما بالنسبة لحق الإضراب اللي ما عادش عنده معنى كما بالنسبة لغياب رقابة ديمقراطية للأمن والدفاع من نساوش مشاكل لجنة تحقيق 9 بريل اللي ما نجمتش تقوم بمهمتها كما غياب تعريفات في الدستور على سبيل المثل ماذا بي نعرفوا بثوابت الإسلام اللي في التوتية أو بالدولة المدنية اللي في الفصل الثاني نحب نذكر اللي في الحوار الوطني اللي نظمناه في الجهات برشا مواتنين ما همش فاهمين النص يلزم النص يكون ساهل وواضح لأنه ما هوش مجعول كان للنخب ولا الفقهاء أما لشعبنا الكل في تونس ولا في الخارج كما التوتية اللي هي تقرب أكثر لشكشوكة دستورية من نص قانوني دقيق كما تبيعة الدولة اللي يلزمها تكون مدنية فقط ونلغي الفصل مية وواحدة واربعين كما الأحكام الأبدية اللي يتضربوا مع الفصل الأول متع الدستور اللي عاشت بها بلادنا أكثر من شتر قرن كما الإيكونومي جنغال دو تاكست اللي يلزمها تتعاود تتدرس في لجنة التوافقات مش في الهيئة سياغة الدستور على خاطر ما عادش عندي ثيقة فيكم لأن الإيكونومي أكتوال تقرب للدستور تعدولة تيوقراتية كما التوظيف الحزبي في الفصل السادس اللي ما عنده حتى معنى واللي يلزم يتبدل بالتوظيف السياسي في وقت بن علي الإمام في الجامع كان يقول بن علي ما كيف حد والناس كان يصوتوا للتجمع توا الإمام بش يلقى حيلة أخرى والناس بش تصوت للحزب الحاكم كما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كي سون انكور فاك وميزالوا بعاد على شعارات الخبز والكرامة الوطنية نحب نذكر أنه الثورة هذه قامت أساسا على غياب الديمقراطية الاجتماعية في البلاد ومش على الدين والهوية كما السلطة القضائية اللي ما فم حتى إرادة في النص بش تكون سلطة مستقلة كما الاحكام الانتقالية إلى المجلس هذا ميزال ناوي يبني بهم هيئات ومشاريع المجلس هذا يلزم يعرف يكمل أشغاله يخدم على استكمال الدستور والقانون الانتخابي والعدالة الانتقالية كما حبناه دستور نموذجي للأعلام يخي ولا ألية للترويكة بشتقات في الحكم حتى العام 2017 هذا التاريخ مهوش وهمي قال عليه وزير في الحكومة هذه راهي هذه العقلية مخترة الفوصف واخ كتلا تابل كما غياب فصول للشباب فين والشباب في هذا المشروع الشباب الثورة علاش حد سن أدنى متاع 23 سنة في الانتخابات التشريعية متاع 45 سنة في الرئيسية ونفكركم 35 سنة في الهيئة المستقلة للانتخابات حتى رمزيا هذا غالت كما غياب حماية بعض الأقليات في المشروع فين المجتمع المدني في هذا المشروع المجتمع المدني يلزم نحميوه بارتكوليار من خاطر سمعنا ولمس كوم منازد لبيتيني فين هم التوينسة المقيمين في الخارج في هذا المشروع بارشة نقاوس نعرف اللي بعض منكم ينجم إذن اللي أنا ما فهمتش النس والمحاور المتروح على خطرني زمجري جيت من البرة من انتقش اللغة العربية نتكلم بالسوري عميلة الفرانسيس عميلة الغرب عميلة الماسونية عميلة الفرانكوفونية كما يقولوا البعث إذن لهذا البعث أنا اشتر تونسية اشتر مواطنة تابعة فرانسا إذن لهذا البعث عشرة مياه تقريب متع التوينسة اللي كيفوا يخوفوا يلزمنا نردوا بالنا منهم فبالتالي التوينسة هذن ما ينجموش يترشحوا لرياسة الجمهورية إذن أنا نقول لهذا البعث اللي هذه المقاربة عار كبير ليهم والتونس نقول لهم إلي أولادنا اللي في الخارج راهم أولاد تونس راه نشيد أبو قاسم الشابي هو نشيدهم إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر الشعب هو الشعب الكل بدون تمييز لغاوي ثقافي حذاري وإلا تميز بالنسبة للجنسية علاش وقتلي دي سبورتيف دي سينتيفيك دي سيناس توينس اللي عندهم زوز جنسيات ويتحسلوا على شهادات ميداي بالمدوغ تفرحوا بيهم وتعتبروهم توينس علاش طوى وقتلي هذم يحبوا يتقدموا لرياسة الجمهورية تقولولهم أختاروا بلادكم علاش أولادنا في الخارج اللي قلقين من الصغرى من العنصرية تقولولهم لا تقولولهم أنتم أولادنا في السيف كي تجيبوا معاكم شوية ديفيز وتعبيوا شوية الوطلة كانهم فاغين أمامتنا جموش تحلموا بشترحوا لرياسة أولادنا زميگري ما عندهم شلحق يحلموا سي لردستان أيها الأغلبية النسبية رانا لبناشنو مانش دي سيطوين دي سيطوين دي سيطوين رانا معدنش في بلادنا لبناشنو لبناشنو راو قرار اقصى لبناشنو من رياسة الجمهورية ما ينجم ياخذوا كان الشعب عند التسويد راهي نفس الغلطة عملتوها في مشروع قانون تحسين الثورة حكمتو في بقعة الشعب عند التسويد راهوا ما كمش صندوق اقتراع ما تغلتوش شوفوا شنو ساير في العالم راهوا مهمتكم كأغلبية هي حماية اللقالية مشيقساها راهوا صندوق الاقتراع طو يفرز ما بين التوينسة ما بين اللي عندو شنسية واحدة ولا حتى عشرة راهوا كان الشعب راذي اني رئيسهم عندو زوج جنسيات فإذن الديمقراطية تقتضي ان اخر كلمة ترجع للشعب هذه هي سيادة الشعب بالحق حبيت نتسال فقط بربي اللي قنبلوا في الشعنبي عندهم زوج جنسيات ولا جنسية بركة اللي قتلوا شكري بالعيد عندهم زوج جنسيات ولا جنسية بركة اللي ضربوا المجتمع المدني نهار 9 أبريل 2012 عندهم زوج جنسيات ولا جنسية بركة اللي هدموا سفارة أمريكا نهار 14 سبتمبر عندهم زوج جنسيات ولا جنسية بركة اللي هجموا على الاتحاد نهار 14 ديسمبر عندهم زوج جنسيات ولا جنسية بركة يا خي بن علي كان عندو زوج جنسيات ولا جنسية بركة فبالتالي برشا ما ليهدموا ما ليعندهم جنسية واحدة هلكو البلاد إذن أقصاد توانسا اللي عندهم زوجين سيئت كلو دمغجا وكلام فارغ المواطنة وحب الوطن ما عندهم حتى علاقة بالنمبر دو باسبور منتع المواطنين في هذا السياق حبيت نواصل بتوانسا اللي في الخارج زاميلاتي زملية انتو ما تعرفوا اللي هل زميغري هذم يمثله 10% من توانسا 10% انتو ما تعرفوا عيلة تونسية اللي ما عنداش يكون ما تغربش على جيل ماندة بش يبعثها للعيلاتهم في تونس اللي عايش في الفقر وفي الخساسة انتو ما تعرفوا عيلة تونسية اللي ما بكاتش على أولادها في المطار ولا في البرد انتم تعرفوا مرارة الفرق التوانسلي في الخارج ما همش توانسة من الخارج يحبوا يقريوا العربية لأولادهم يحبوا الثقافة التونسية لأولادهم يحبوا يستمثروا في بلادهم وتكون حقوقهم محفوظة يحبوا يساهموا في حياة السياسية والجمعيتية منتع بلادهم يحبوا عندي عشرين دقيقة